ما أريد أن أقوله هو أن هذه لحظة فيها كثير من العواطف الحقيقة لأننا لم نألف في مؤسسة أرشيف المغرب أن نستقبل أرشيفات مؤلمة هذه نسميها أرشيفات مؤلمة لماذا؟ لأنها يضع هذا التجمع الدولي بين أيدينا أرشيفات تحمل آثار فاجعة كبيرة أكاد أقول نكبة اقترفها النظام الجزائري سنة 1975 عندما حاول الكولوني البومديان أن يشوش على المسيرة للخضراء المضفرة بترضيه 350 ألف مغربي أو من أصول مغربية عاشوا في استقرار وأمان مع إخوانهم الجزائريين ومنذ أحيانا أجيال فشردوه وهضمت حقوقهم وسرقت أملاكهم وأموالهم ورمي بهم في الحدود المغربية الجزائرية كأنهم كأنهم تبقى دون البشرية دون الإنسانية كأنهم حيوانات كأنهم مجموعة من البهائم ولكن لحسن يعني الجرح مؤلم جدا وأنا أتحدث وأنا أتألم يعني في 75 ما زلت الدكرة يعني لست طفلا صغيرا بل أتذكر جيدا أن أولئك المشردين لحسن الحظ بالرغم من فجاعة الحدث وجدوا من يعانقهم من المغاربة حكومة وشعبا ومؤسسات ومجتمع مدني لأنهم إخوتنا ولو طال الفراق بيننا وبينهم وهذه الجريمة اليوم تعكسها هذه الأرشيفات التي نستقبلها وسنعمل على حفظها في مؤسسة أرشيف المغرب للذاكرة أولا حتى لا ننسى وعندما أقول حتى لا ننسى حتى يعرف الجميع أن مثل هذه البشائع يجب أن لا تتكرر ثم أيضا تكون مصدران من مصادر من مصادر البحث التاريخي بالنسبة للباحثين ولكن أيضا مصدران للخبر بالنسبة للإعلاميين مثلكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر